المباراة جاية مع الجزائر ستكون صعبة أو صعبة أريد أن أتكلم مع حضراتكم في الفرص لأن الناس اختلط عليها الأمر نحن الآن متسويين مع الجزائر في كل شيء عدد الأهداف اللي جبناها ما استقبلناش أي هدف يعني منتخب مصر جاب ستة الجزائر جابوا ستة أهداف ما استقبلناش والأهدف كلا المنتخبين يعني الانذارات هي اللي فيها كلام لأن احنا منتخبنا الوطني أول مطش خلنا انذارين وتاني مطش خلنا انذار تعامل صفا فتحي الجزائر عندهم انذارين في طرد يعني انذارين بطرد فالموقف هنا هيكون ايه؟ فالمعروف أو الطبيعي هقول له حضراتكم الليحة بتاعة البطولة هي على الشاشة قدام حضراتكم ده جدول ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة التانية من دور المجموعات ببطولة كاس العرب عفوا يتساوي منتخب مصر والجزائر ده طبعا في حالة يا جماعة ان المباراة جاية خلصت بالتعادل ما بين المنتخبين بأي نتيجة هم دلوقتي متساويين في ايه في عدد النقاط لكل منتخب من الفوز على منتخبين لبنان والسودان كما يتساويان في عدد الاهداف المحرزة وفارق الاهداف ست اهداف نظيفة كما يتساويان في بند اللاعب النظيف الذي تلجأ اليه اللائحة في هذه الحالة حيث يخصم من كل فريق تلت نقاط لحصول مصر على تلت انذارات والجزائر على طرد غير مباشر نتيجة انذارين للاعب واحد في المباراة الترتيب الأهم في نهاية المباراة المجموعة لتحديد الأول والثاني وفي حالة استمرار التعادل بينهما خلال لقاءهما معا ضمن الجولة الثالثة في النقاط والاهداف واللعب النظيف سيتحدد من خلاله متصدر المجموعة الرابعة بالقرح طب خلي بال انت دلوقتي لو لعبت الجزائر هي اللايحة واضحة سنت لو لعبت الجزائر وتعدلت ما انت ممكن مثلا لعبها منتخب مصر تاخد انذارات او منتخب الجزائر تاخد انذارات ففي الحالة دي برضو هتروح ناحية اللعب النظيف وتشوف مين الاقل لحصولها على البطاقات الملونة فبالتالي في كل الاحوال يعني احنا واخدام طول كتجربة عندنا امال كبيرة ان احنا برضو نقتنع باداء منتخبنا اكتر وهما في الطريق الصحيح في الحقيقة وهدفنا طبيعي الفوز زي ما احنا متعودين من خلال منتخبنا وهتلعب مع الجزائر الافضل انت تلعب على الفوز وتلعب انك تحسم التأهل عشان توجه رسالة لما تبقى من مباريات في هذه البطولة احنا خلاص تأهلنا الحمد لله وان شاء الله باذن الله نكون موفقين اكيد اكيد مصر والجزائر عايزين يبعدوا عن مواجهة المغرب المتصدر للمجموعة الاخرى اللي حنقابلهم فبالتالي انت تطلع الاول تباد عن المغرب تبادى المواجهة بالنسبة لك اسهل شوية وخلي المواجهات ضرب النار دي تبقى ايه في نفس النهائي بقى والنهائي ان شاء الله باذن الله تعالى فكل التوفيق لمنتخبنا الوطني والجهاز الفني واللعابين وان شاء الله باذن الله يفرحوا كل المصريين ده فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني